بس كده طيب انا عندي عشرين سنة بالزبط يا حبيبتي بزبط مش عايدة اوخ يعني يا ربي يعني بالزبط يا يعني عند من زمان اوحيات العشرينات بي كان سبع وعشرين مرة وثلاثين مرة وثلاثين عشرين بصغر عارفة بصغر انا عندي عشرين سنة ومعايا طفل عمره ثلاث سنين ومش سعيدة مع عجوزي عشان بيعملني وحش وبطريقة قصية جدا بي عندها سبعتاشر سنة بي كان بيبي وطريقته قصية جدا واي حاجة اعملها لازم يقولي عليها وحشة مستصغرها شويزة ويحسسني بعكس اللي بعمله وبينتقدني وانا قلت استحمل عشان ابني بس ما بقتش قادرة اكمل قرارت قرارت انفاصل عنه وارجع اكمل دراستي واملي واملى وقتي بحاجة تفيدني ايه رأيكم يعني انفاصل يعني هي عايزة تبعدها تطلق يعني وسأنا اقول لك حاجة نانفاصل في البيت وانا في قوضة وانا احتكش بضعة طيب اقولك حاجة طيب ما تشتغل لا هي تكمل دراستي يعني هي درست هي معداج دراستي هي لازم تكمل دراستي هي لازم تكمل دراستي ما هو بتقولك كده انت عايزة تكمل دراستي هو الامان بقى الامان هنا كملي دراستي وحاولي تكوني اقوليه الكلام المزعلك يعني اقوليه انا واحد اتنين تلك انت بدايقني واخدي موقف يعني ازعلي وابتدي بحس ان انت اشغلتي بحاجة تانية هو نفسه هيتلاقيه اتعدل يعني انت بتدي دراستي وانا عايز اشتغل وعايز اكمل دراستي ده لو وافق انها تكمل دراستي انا ما عافش انت في دراستي ليه في الاول يعني وافق ليه ما هو لازم تكمل دراستي ممكن تكمل دراستي ممكن تكمل دراستي لا لا ما هي اتجوزت عندها 17 سنة وخلفت في السن المبكر ده وماكملتش تعلمها يبقى ده يديكي انديكيتر كده اه يديكي كده مؤشر شكل الاسرة دي عاملة ازاي هي اسرة لا تهتم بالتعليم وهم عايزين جاوزوا بناتهم ومستطرون ويقعدون في البيت فانت عشان تقنعي ان هي عايز تكمل تعليمها ما ينفعش تنطحيه احنا انت عايز حياتك تكمل في سعادة وفي امان وفي سلام مع ابنك ومع جوزك ولا عايزين نحارب بعض ما هو احنا هنشتغل على كذا يعني انت هتشتغلي في خطوط متوازية هتشتغلي على انك لازم تكمل تعليمك عشان نفسك وابنك عشان نفسك وابنك فهي حبيبي ويا روحي ويا قلبي ويا عقلي وانحيل وانسايس واندلع لو ترى ما انت عايزة تاخدي حقك لازم تاخديه واحدة واحدة حرفة فانت لازم تاتا تاتا على مهلك كده زي ما بتعمل ابنك بالراحة عاملي الراجل بالراحة عشان تعرفي تاخدي اول حقلك انك تكمل تعليمك يعني تقنعي بالسياسة انك تكمل تعليمك بالسياسة وبطريقة لطيفة زي ما شري قالت ثاني حاجة انت بدتي بدري اوي فالزهق هيجي اسرع يعني يعني الناس بتتجوز في منتصف العشرينات وفي الثلاثينات فمرحلة الزهق دي بيحسوا بيها بعدين قدام لسه شوية انت بادي يا حبيبتي من الستاشر ما انت تلايك انت مخطوب انت عنك ستاشر فانتي حرقتي مراحل يعني ايه حرقتي كتير مراحل وخلفت بدري وجوزت بدري وخلصت بدري والراجل زهق بدري وانتي زهقتي بدري يعني هو بصي هو برضو مستصغرها شوية واضح انه هو وعلى اساس انت تلاقيه عنده اربعشين سنة لا متعرفيش عنده كم سنة بس هو حاس عارف ايه مستهيف لها اي حاجة تعملها وده مش صح طبعا هي كمان كانت سكتاله في الاول لانه كانت صغيرة مش قادرة تاخد موقف انتي لازم تتكلم معاه ان موقفتها بدائي جدا وانتي مينفعش تتعامل معك بطريقة مش حلوة لان كده مش سنتدرس تحملي ده كتير وفي نحن الوقت بالطريقة زهق ولاطيفة ان كده تكملي دراستك ولازم تتمساك بدا وتبقي شغلة نفسك بحاجة طب تبتدي باني ملف الاول ملف درقتك معاي ما تيجي ما تيجي نحب بعض ما تيجي نتكلم ما تيجي نائش او الملف الدراسة لا الدراسة الاول دراسة الاول تكسبها تكسب الدراسة الاول وبعدين تيجي تشتغل على ومش يمكن هي لما تبتدي دراستها تاني هو يتعيد الى واحده لا وهي تنشغل ممكن يكون جزء كبير من اللي هي حاسية برضو فراغ واحساسها انها بلا هدف وما تكملتش دراستها فيمكن انت لما تشتغلي على نفسك ساعات على فكرة مشاكلنا مع بعض بتبقى بسببنا احنا مش بسبب الاخر بتحتاج بان احنا نشتغل على نفسنا قبل ما نشتغل على الاخر والعلاقة فاشتغلي على نفسك وبعدين عشان ما تصطدميش به في الحاجات اللي مدايقات دلوقتي زي المشاري قالت بالراحة وبهدوء خدي اول حق اليك ان اكمل دراستي وبعدين لو دخلت وكملت دراستك وحسيت ان هو ما تغيرش وان انت كباني قد ما تغيرتش والعلاقة اشتغلي عليه بقى ستاب وين ستاب تو اعتقد يعني طب نطلع فاصل نرجع نكمل كل مشكلة وليها حال السنونا بعد الفاصل